أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي شويرخ مباشرة قوات أمن الحج جميع مهمها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أدائهم لمنسك الحج وأضح المتحدث أن جهزة العام ضبطت 71 مكتبا وهميا للحج واتخذت الإجراءات النظامية بحق المتهمين كما تمكن تجهزة الأمن أيضا من إعادة أكثر من خمسة آلاف شخص لا يحملون تصريح الحج وأكثر من مئتي ألف مقيم لعدم حصولهم على تصريح بالعمل في العاصمة المقدسة بالإضافة إلى إعادة أكثر من مئة وتسعة آلاف مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج ودع المتحدث المواطنين والمقيمين إلى التعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة والتحقق من إصدار تصريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي أبشر ومقيم